كلما مر الوقت يتكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات عن لقاءات مسؤولين إسرائيليين ووفود إسرائيلية مع مسؤولين من دول عربية وخليجية لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها شعرت بانفعال خاص لوجود في عمان وهي دولة عربية تحد اليمن والسعودية وإيران ما حصل أمر كان من الصعب تصوره في سنوات سابقة قطار تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل بلغ مراحل متقدمة مع انتقال اللقاءات من الكواليس إلى العلن القناة العاشرة أشارت إلى أن جويل روزنبرغ الإسرائيلية من القدس والذي يخدم أولاده في الجيش الإسرائيلي وهو ابن ليهودي ولكنه أيضا مسيحي إنجلي دخل إلى قصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض لم أتخيل أبدا كشخص هاجر إلى إسرائيل منذ أربع سنوات ونصف ويسكن في القدس أن أجلس في السعودية مع ولي العهد وأوجه له أسئلة صعبة جدا اللافت في اللقاءات التي أجرها ويجريها زعماء عرب وخالجيون مع شخصيات ووفود إسرائيلية التعامل مع هؤلاء الإسرائيليين كشركاء حقيقيين في وجه المشاكل التي يواجهونها في المنطقة مقابل تحييد القضية الفلسطينية من جدول أعمال هؤلاء الزعماء مراسل الشؤون السياسية في القناة العاشرة باراك راببيت قال إن ولي العهد هاجم خلال اللقاء بقوة أردغان وإيران وحتى بوتين وإن نصف ساعة من اللقاء خصصت للموضوع الإسرائيلي الفلسطيني وللعلاقات التي تتحسن بين إسرائيل والسعودية تحدثت مطولا في موضوع تحسين العلاقات بين إسرائيل والسعودية لكن ولي العهد طلب عدم نشر هذا الجزء من الحديث لكننا قلنا إن هناك ستين مليون إنجلي أمريكي ينتظرون اكتشاف هوية الزعيم العربي المقبل الذي سيحقق السلام مع إسرائيل الاستقبال الحار والاستثنائي الذي حظي به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارية إسرائيل كاتس في سلطنة عمان وعدم قلق دول خليجية وعلى رئيسها السعودية بالمفاخرة بالعداء المشترك لإيران مع إسرائيل يظهر في رأي مراقبين اقتراب تلك الدول من الإعلان عن علاقات رسمية لها مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر